مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب مازلنا في سلسلة الردود على كتاب الدكتور منقص إسقار هل افتدان المسيح على الصليب هذا الكتاب الذي قال عنه الدكتور منقص في مقدمته وفي خاتمته أيضا أنه يتحدث عن هذا الموضوع ويتناول بموضوعية وأكاديمية وفعليا تنتفي هاتان الصفتان من الكتاب نهائيا فهو ليس كتاب موضوعي ولا أيضا كتاب مكتوب بأسلوب علمي وقد تناولت هذه النقطة بالشرح في أول حلقة من الردود حلقة اليوم هي بعنوان أخطاء دكتور منقص عن أحداث الصليب كيف للدكتور منقص أن يطعن في حقيقة صليب المسيح؟ فهو لا يمتلك لا القرآن يقدم له برهان ولا الأحاديث تقدم له برهان ولا التاريخ الإسلامي يقدم أي برهان عن أن المسيح لم يصلب كل ما ذكروا الإسلام أن المسيح لم يصلب لكنه لم يقدم برهانا واحدا لم يذكر لنا برهانا واحدا ليؤكد به هذه الكذبة فعلى الدكتور منقص والآخرين الذين يؤمنون بالناس القرآني أن يجدوا لأنفسهم مخرج يطعنوا فيه في مصدقية الصليب فيعمل إيه؟ يروح للكتاب المعدس وياخد أحداث الصليب ويحاول محاولات فاشلة أنه يثبت أن هناك اختلافات يسميها تناقضات كويس؟ هناك اختلافات بين رواية متى ومرؤس ولؤى ويحنى كويس؟ ويحاول من خلال هذه الاختلافات أنه يطعن فيه تاريخية الصلب مع أنه اعترف في بداية كتابه لما قال هذه العبارة بكل وضوح شوفوا قال لنا إيه الدكتور منقص قال لنا وتؤكد الأناجيل في أصحاحات مطولة صلب المسيح ذاكرة الكثير من تفاصيل القبض عليه ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ثم قيامته فسعوده إلى سماء يعني باعترافه أن الأناجيل تقدم تفاصيل كثيرة جدا عن الصلب وعن الموت وعن الدفن وعن القيامة فهو يرعم لي زي ما قلت لحضراتكم يرفض كل البرهين التي يقدمها الأناجيل ويقدمها التاريخ ويقدمها المنطق ويرفضها مقابل لا شيء مقابل أنه لا يقدم لنا برهانا إسلاميا قدمه رسول الإسلام أو ذكره القرآن عن أن المسيح لم يصلب بالضبط دكتور منقز عامل زي النعامة اللي بتدفن رسحة في الرمل بالضبط أمام كل البرهين لماذا يرفض المسلم الحقائق التاريخية؟ لماذا يعني ينكر هذه الحقائق التاريخية؟ ولماذا يصر على التمسك برواية لم تقدم له أي حقيقة تاريخية؟ ديناياليزم ده يعني دي فلسفة والبعء وكثير من الناس بيتبعوا هذه الفكرة فكرة الإنكار ينكر الحقائق التاريخية ينكرها مقابل أنه يتمسك برواية هشة ليس لها أي سند وبدأنا في الحلقات اللي فاتت نتكلم عن بعض ما يطلق عليه الدكتور منقز تناقضات في قصة الصلب مع أن احنا مش مطالبين بأن احنا نجاوب عليك في هذا الأمر مع أنك أنت الذي تدعي بأن المسيح لم يصلب وعليك أن تقدم البراهين الكرآنية التي يعني تؤمن بها على أن المسيح لم يصلب لكن لكي ما تعم الاستفادة هنجاوب على ما تطلق عليه أنت تناقضات في القصة الصلب وبدأنا في الحلقات اللي فاتت تكلمنا عن بعض هذه الأمور ممكن لحضراتكم اللي لسه بيشاهدون الأول مرة ممكن نرجعه للحلقات السابقة موجودة على اليوتيوب وموجودة على صفحة قناة الحياة وعلى صفحة عبر الكتاب وأيضا موجودة على صفحات الفيسبوك الأسبوع اللي فات الدكتور منقذ أو بدأنا معاه قضية يهوزة هو طرح قضية يهوزة مع أن أنا جاوبت على قضية يهوزة قبل كده بس غالبا هم لا بيقرؤ ولا بيشاهدوا ردود فهنمشي بأسلوب التكرار بيعلم الشطار كويس فهنكرر نفس الرد اللي ردينا بيه على أحد الأخوة قبل كده بفي قضية يهوزة هو ايه بيدعي الدكتور منقذ دكتور منقذ بيدعي أن هناك في الرواية الإنجلية اختلافات متعلقة بموت يهوزة هو حطها في الكتاب كده كيف أو كيفية موت يهوزة فإما أن يكون قد خنق نفسه ومات وده زي ما تقول لنا الأنجيل أنه مضى وشنق نفسه كويس ثم مضى وخنق نفسه وإما أن يكون قد مات بسقوطه حيث انشقت بطنه وانسكبت أحشاه وده اللي قاله بوترس في أعمال الرسل في الأصحاح الأول فهو يرى أن هاتين الروايتين متناقضة هو لا يرى هناك اكتمال في هذه الروايات هو يرى هنا تناقض ليه؟ هو عايز يدور على أي حاجة تريحه هو أنه فعلا الصليب لم يتم كويس دي القضية الأولى اللي بترحى فبياخد الأنجيل رواية الأنجيل وبياخد رواية أعمال الرسل أصحاح واحد مع أنه لؤى هو كاتب أنه مضى وخنق نفسه ولؤى أيضا هو اللي كاتب عبارة بوترس اللي قالها في أعمال أنه سقط وانشقت أحشاء ولؤى طبيب وعارف امتدى وامتدى وأنه هناك تكامل ما بين الروايتين وليس تناقض كما يدعي وبعدين من الذي اشترى الحقل هل هو يهوزة فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم أم الكهنة الذين أخذوا منه المال فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري هنتكلم عن الجزء ده يعني فيه عجالة زي ما قلت لأنه أنا رديت عليه قبل كده وقادي النصين موجودين أمام حضراتكم النصين اللي مسكورين في متى 27 حينئذن لما رأى يهوزة الذي أسلمه أنه قد دين بكلمة عن يسوع المسيح أنه قد حكم عليه يعني بالصلب ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت استلمت دما بريئا فقالوا ماذا علينا أنت ابصر احنا ما نجد دعوة انت تصرف كويس فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه كويس ده الرواية اللي بيتفع عليها الأنجيد أعمال عن يهوزة الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيف في هذه الخدمة فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم وإذ سقط على وجهه إن شق من الوسط فانسكبت أحشاء كلها وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أرشليم يعني بوتروس بيكلم عن حقيقة معروفة تاريخية تاريخية معلوما عند سكان أرشليم سكان أرشليم رأوا يهوزة انشقت أحشاؤه ومطروح الأرض هم نفسهم الذين أيضا يعلموا جيدا أنه مضى وخنق نفسه لكن الدكتور منقز بيرى فيها تناقض كيف مات يهوزة طيب نيجي للجزء هل خنأ نفسه أم سقط على وجهه وانشق من الوسط التناقض يا دكتور منقز بيكون لما واحد يقول حاجة والتاني يقول عكسها بالزبط ده اسمه تناقض يعني واحد يقول يهوزة خنأ نفسه واحد يقول يهوزة كمل حياته وعاش ده اسمه تناقض لكن لما يكون هناك اختلاف في تفاصيل موت الشخص كويس لابد أنك تدرس الموضوع وتفهم لأن هناك تكامل وليس تناقض كما تدعي متى قال إن يهوزة مضى وخنأ نفسه ومتى لم يكذب متى قال الصدق زي ما بقيت الأنجيل قال الصدق إن يهوزة فعلا مضى وخنأ نفسه هتقولي بس بوترس قال إنه انشقت أحشاؤه من الوسط أقولك آه وده أيضا صح ده حق وده حق هناك تكامل في الرواية واللي كتب هذه الرواية هو دكتور فاهم دكتور فاهم يهوزة فعلا مضى وخنأ نفسه عندما رأى أن اليهود حكموا على يسوع بالموت وهو عمل كده يوم الفصح نفسه اليوم اللي فيه أيضا أسلم المسيح وصلب أي قبل يوم السبت نتكلم على يوم نتكلم على يوم الجمعة حصل كده اللي هو قبل يوم السبت ولأن اليهود يا دكتور مركز وأنت تعلم هذا ولأن اليهود لا يلمسون قصة الميت وبالأخص عند يوم السبت ولأن الميت الذي يخنق نفسه أو الشخص الذي يموت ينتحر بهذه الطريقة يصير أيضا نوع من العار العار على أسرته فهنا ظلت جثة يهوزة معلقة على الشجرة حتى انتفخت وعندما انتفخت حصل نوع من التمزق التآكل الدخيري للأخشية بتاعت بطنه فوقع من على الشجرة انشقت بطنه من الداخل وخرجت أحشاؤه يا دكتور مركز وزي ما قلت الحلقة اللي فاتة ما فيش حد فينا بيقع وتروح بطنه على طول مشقوق كده وبالأخص من ارتفاع ارتفاع عن قول كام سبعة متر ستة متر تمانية متر لأنه الأربطة والأنسجة بتاعت البطن قوية جدا للإنسان السليم ممكن رأسك تتخبط ممكن يحصل لك ارتجاج ممكن رجليك تتكسر لكن ما شفناش واحد نزل حتى من دور سبعة تمان تمان أدوار وبعدين بطنه تشقت يا دكتور مركز إلا إذا حصل عنده تعفن وتحلل للأخشية البطن فبسهولة جدا مع أي هزة هذه الأخشية بتنفجر وده اللي حصل أنه ترك يهوزة على الشجرة إلى أن سقط من على الشجرة اللي خنأ نفسه فيها فانشقت أحشاء وبالأخص في منطقة وادي ابن هنوم طيب أخذ مداخلة لأخ جرجس وأرجع أكمل مع حضرتكم ألو مساء النور أهلا بيك أكمل كلام اللي أنا بديته المرة اللي فات أيوة أخ جرجس أهلا بيك قلنا أنه مورغوس هو الشاب اللي كان تابع المسيح ولابس لباس على عريه وجلنا أنه بيت مورغوس اللي تعامل فيه العشاء الأخير وبعد كده رسولية مورغوس الكنيسة القبطية مستمدة رسوليتها من رسولية مورغوس فلما نقول أنه البابا شنودة مثلا يعني لمنصب رسولي ده مستمده من رسولية مورغوس بعد كده لوجة لوجة أحد تلميزي أمواص هو الوحيد اللي حكى حكاية تلميزي أمواص لأنه كان واحد منها وبعد كده كون أنه يعاش يعني عصر موضوع تلميزي أمواص يعني كان جاب يعني كان معصر الصلب ما نقدرش ننكر رسولية أو حضور لوجة للأحداث وبعد كده النبوات نقول ليه في مزمور 22 اللي بيصف أحداث الصلب بالتفصيل بيقول ساقبوا يديها الرجلية أحسوا كل عزام وإلى آخره نلغيه عشان منقص السقار بعد كده الأشعية 53 بيقول أحذان أنا حملها أو جاء أنا تمح يعني بيقول ما جروح لأجل معصينا مسحوق لأجل أثام نمح الكلام ده علشان الدكتور منصف الكلام ده يعني نوديه فين علشان نرضي محمد ورسالته الكاذبة ننكر الأنبياء الصح بعد كده أنا كدار ستب عارف أن البطن فيها عضلات بالطول عضلات بالعرض عضلات بيسموها أبليك حتى لو انشقت واحدة مش حتى انشقت تانية والتجاهات مختلفة لما بيعملوا عملية تفتاج بيلاحظوا وهم بيعملوا ريبير للعملية انه يخيطوا كل واحدة في اتجاهها ده أنا عاوز أقوله ومش شكرين وكد تخير شكرا لك يا أخ جرجس طبعا أخ جرجس بيجاوب على أنه الطعن بتاع دكتور منقز أنه مرقص ولؤة لم يكونوا من تلميذ المسيح وإزاي هما يكتبوا عن قصة الصلب طبعا أشكرك أخونا جرجس على ردك أنه زي مرقص ولؤة حتى التاريخ بيقولنا أنه مرقص كان تلميذ بوترس مش بس أنه هو شاهد لكنه أيضا كان تلميذ بوترس وكتب على لسان بوترس الرسول وأشكرك الإضافة الطبية اللي أنت حضرتك أضفتها فده الدكتور منقز ما تعبش نفسه ما تعبش زي ما قلت لحضراتكم الكتاب الكتاب بتاعه أنا صورته كويس الكتاب بتاعه زاكر لنا أربعة وعشرين مرجع أربعة وعشرين مرجع المرجع الوحيد المسيح في الأربعة وعشرين دول هو كتبه يعني الكتاب المعدس من الأربعة وعشرين مرجع بتاعه اللي هو المفروض عمل بحث بيقول عن هذا الكتاب كتاب أكاديمي أنا ما عافش إزاي كتاب واربعة وعشرين بحث أربعة وعشرين مرجع يعني أربعة وعشرين مرجع دي بنطلبها من الطلبها لما يعملوا مجرد ريسيرش بيبر يعني بحث خمس صفحة إنما يكتب كتاب ويستخدم في أربعة وعشرين مرجع يعني وبعدين هذه المرجع كلها إسلامية يريدتوا كمان يستخدم مثلا كتاب تفسير لكتاب معدس لا 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 ولا أي تفسير لكتاب معدس ولا رجع لأي مرجع مسيحي تفسيري لنصوص الكتاب معدس ولا ما سجلش المراجع موجودة حضراتكم تقدروا تشوفوا الكتاب موجود إزاي واحد ييجي عند نص كتابي زي كده وما يرجعش المرجع مسيحي يقرأ عنه ويقرأ تفسيره إزاي يعني يعني بصراحة دي سقطة كبيرة جدا دي تجعل ما يدعي الدكتور منقذ من إنه شخص أكاديمي دي تعتبر طعنة في مصداقيته كأكاديمي أنا أتكلم كأكاديمي ما يستخدمش تفسير واحد مسيح وبعدين اللي موجود جوه ده يقولك كما قال اللهوتي فلان فلان أو مفسر اللوء فلان لا يكتب لي مرجع ولا يكتب لي المصدر ولا يكتب لي اسم الكتاب ولا يكتب لي الصفحة ولا يكتب الناشر ولا أي حاجة زي ما جاء أنا كده من دماغ أقولك كما قالت تبري طب فين ما عرفش طب ما تكتب لي اسم المرجع خليني يا راجل أرجع وراك وأراجع وراك أشوف اللي انت فعل المرجع اللي انت بتستخدمها دي حقيقية ولا وطبعا شفنا قبل كده حتى الأخ وحيد يعني يعني بصراحة كانت ضربات قاضية على الدكتور منكز إنه يثبت إن الدكتور منكز في استخدامه للمراجع حتى غير محايد غير علمي فتفسير زي دوان قبل ما تقول لي هناك تناقض بين متة وبين أعمال الرسل ارجع للتفسير ريح ريح نفسك وريحنا لكن انت لا هتريح نفسك ولا هتريحنا لأنه انت عايز عندك غرض معين تثبيته إنك تنكر الصليب علشان تثبت مصداقية خرافة وكذبة لا يمكن أن يرتقي ما قاله الكرآن عن صلب المسيح عن إنه كذبة فمن فضلك يا دكتور منكز احترم عقول الكراء اللي منهم احنا ولما تكتب حاجة وتذكر شيء وتفسر الكتاب المؤدس ارجع للمراجع المسيحية واكتب لنا التفسير واكتب لنا أنهي كتاب وصفحة كام وإن دار النشر وسنة كام عشان يبقى فيه نوع من التوثيق بنسميها documentation للي أنت بتقوله you have to document أي شيء بتقوله احنا بنقول كده أي اقتباس مباشر أو غير مباشر ده في الأوساط العلمية أي اقتباس مباشر يعني تاخد الكلمة بالكلمة كويس وده لي اسلوب معين بتكتب به لو كان أكتر من ثلاث سطور أو اقتباس غير مباشر يعني انت خدت الفكرة بس هتصغها باسلوبك انت يبقى ده اقتباس غير مباشر بأي اقتباس مباشر أو غير مباشر إن لم تذكر لنا المصدر فده بيسموه غش اكاديمي بيسموه غش اكاديمي فحضرتك عامل هنا لو انت ذكر أسماء وذكر كتب وإيه قال وإيه لكن ما كتبت لناش المصدر ده بتسميه غش اكاديمي واعتقد انه حضرتك اكثر فهما ووعيا من انك تقع في حاجة زي كده طيب نرجع الى قلنا هناك تكامل يهوز زهب الى منطقة خريبة ووعرة حتى لا يرى احد فخنك نفسه في حقل الفخاري وهو جزء من منطقة وادي ابنها النوم حيث كانت طلق القمامة مع بقايا الحيوانات العفنة أو الميتة وعظامها وكذلك الفخار المكسور سقط يهوز في حقل الفخاري فانشقت بطنه وخرجت أحشاؤه انشق من الوسط فخرجت أحشائه طيب القضية التانية من الذي اشترى الحقل قالك مين يهوز هو اللي اشترى الحقل أم الكهنة هم الذين اشتروا الحقل متى 27 فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم يعني هم دفعوا للفلوس هو رجعها هذه الفلوس كانت سبب في أنه يتم الأبد على المسيح وتتم محاكمته كويس فصارت ثمن فتشاوروا فتشاوروا واشتروا بيها حقل الفخار عملوا كده لجنة إفتاء كويس الكهنة عملوا رؤساء الكهنة عملوا لجنة إفتاء وقفتوا بأنه هم ماينفعش أن احنا ناخد الفلوس دي احنا نشتري بيها حقل الفخار ونعمله مقبرة للغرباء أي واحد غريب ملهوش أهل هنا في المنطقة أو لو مات ما ندفنهوش معانا ما ندفنه فين ندفنه في منطقة خارج خارج أرشاليم لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم لما نيجي بقى الأعمال عن يهوزة فإن هذا اقتنع حقلا من أجرة الظلم فالدكتور مونكس قال لك هو مين اللي اقتنع رؤساء الكهنة هم الذين اشتروا ولا اليهوزة هو الذي اشترى وشاف هنا وهنا تناقد تناقد فتخيلوا عقله أن هناك تناقد وعلى أساس هذا التناقد يطعن فيه تاريخية الصليب وتاريخية رواية الأنجيل عن صلب المسيح طيب شوف يا دكتور مونكس بعدما طرح يهوزة الفضة في الهيكل وصلت الفضة أو الثمن إلى يد الكهنة هم أخذوا الفلوس الكهنة قرروا عدم رجوع هذه الأموال لسندوق الهيكل ما ينفعش لأنها صارت خلاص أموال دم يعني إحنا بسببها قتلنا واحد حكمنا على واحد بالموت فقرر الكهنة عدم رجوع هذه الأموال للصندوق الهيكل لأنها أموال دم أي دفعت بهدف تسليم يسوع وصلب يعني أموال غير حلال زي كده ما يطلع مثلا من صندوق الأزهر فلوس لجماعة إرهبية عشان تقتل مثلا واحد من الآلدين كانوا ينادوا بالإصلاح وبعدين المجرم دون يرجع الفلوس تاني لدار الإفتاء فقلوا لا لا خلاص دي خرجت من هنا ما ينفعش ترجع تاني إلى صندوق الأزهر فهي أموال يهوذة هي من اللحظة التي دفعت اليهوذة هي أموال يهوذة التي أخذها مقابل كانت تمن فهي ليست أيضا أموال الهيكل من اللحظة التي خرجت فيها وأعطيت اليهوذة حتى يسلم المسيح صارت هذه الأموال أموال يهوذة قام رؤساء الكهنة باستخدام أموال يهوذة في شراء حقل الفخاري لأجل هذا ينسب الحقل لمين اليهوذة أنه أنه هم اللي اشتروا لكن هذا الحقل أساسا اشتري ليس بمال الكهنة ولكن بمال مين بمال يهوذة اللي دفعوه ليهوذة علشان يبيع به سيده بفلوس يهوذة تم شراء حقل الفخاري من قبل الكهنة كان أمو بشراء حقل الفخاري بفلوس يهوذة ولأجل هذا فالحقل ملك يهوذة لكن الاشتراه هم الكهنة لأن يهوذة مضى وخنى نفسه وهم ما يحبوش أنهم يلزقوا الاسم الحقل بهم هم الكلمة التي استخدمها بوتروس هي اقتنى acquired obtain possesses provide purchase وهنا أخذ الحقل بأمواله يهوذة اشترى أو أخذ أو امتلك هذا الحقل بأمواله هو لم يذهب هو لشرائه بل اشتراه الكهنة بأموال يهوذة ولأجل هذا ينسب هذا الحقل ليهوذة المال الذي استخدمه الكهنة كان مال يهوذة وتم شراء الحقل باسم يهوذة هذا الأمر يعتبر منطقي يا دكتور مونكس ليه لأن الكهنة هم من صبت لاوي ولأنهم من صبت لاوي فلا يسمح لهم من الناحية الكهنة الفنية يعني التكنيكل إن هم يمتلكوا عقارات لأن تلعو رجعت بقى لمين هم اللويين وإيهو وعملهم والرب قال عنهم إيه فهم ما ينفعش انهم يمتلكوا عقارات زي ما هم ما ينفعش انهم يمتلكوا أراضي لذلك كان عليهم أن يجعلوا شخصا آخر هو صاحب هذا الحقل فأخذوا فلوس يهوذة واشتروا باسم يهوذة حقلا جعلوا مقبرة للغرباء قرر الكهنة شراء حقل باسم يهوذة وتحويلوا مقبرة للغرباء يعني هيعملوا حاجة كويسة ده فكرهم بمال وحش مال نجس اشتروا بيه قطعة أرض نجسة عشان يدفنوا فيه ناس نجسين ده الفكر اليهود يعني مال مال دم نشتري بيه حقل في أرض جزء من وادي ابن هنوم حقل الفخاري المكان الناس كانت زمان كل حاجة الأكل والشرب كان معمول من الفخار طب لما الفخار دوا عندك يكسر نروح نرميه هناك منفعش تاني فمليان كله قطعة من الفخار فيشتروا بيه حقل عشان يدفنوا بيه الناس اللي هم الأمم اللي مش يهود اللي يموتوا عندهم اللي هم الناس النجسين ده بالنسبة يا دكتور منقذ لقضية يهوزة أتمنى حضرتك كنت أتمنى يعني كنت أتمنى وليس كل ما يتمناه الإنسان إياه يحدث يعني كنت أتمنى أن حضرتك ترجع إلى المراجعة المسيحية كنت أتمنى أنك ترجع لتفسير فلان الفلاني وتقول لنا التفسير الفلاني قال عن هذه الآية كذا وكذا التفسير الفلاني قال عن هذا الآية قد تتفق أو تختلف لكن على الأل ورينا إحنا الكراء أو المشاهدين لحضرتك أن أنت بتقوم بالواجب بتاعك لكن كلام المكتوب هنا أنا قلته قبل كده ومعليش ما تزعلش مني الكلام المكتوب في الكتاب ده لا يتعدى ولا يمكن أن يتصف إلا بأنه كلام مصاطب ينفع تتحك بي على المسلمين ويمكن تتحك بي على بعض المسيحيين اللي مش قريين ومش درسين لكن ما تدرج تتحك بي على إنسان أو جماعة فاهمة ودرسة فيريد تحترم عقلنا ليس أقولك تحترم مشاعرنا تحترم عقلنا وتكتب لنا كتاب يا دكتور منقز عن البراهين الإسلامية القرآنية ومن الأحاديث النبوية عن عدم صلب المسيح ده اسم كتاب جذاب ممكن يعني يبقى لك الصبق وتنزله في معرض الكتاب اللي جاي تقدم لنا كتاب عن البراهين القرآنية ومن الأحاديث النبوية أيضا التي تؤكد عدم صلب المسيح مش تروح للأناجيل التي تحدثت بالتفصيل وفي أصحات مطولة عن صلب المسيح طيب كمل مع حضراتكم بعد ما أيضا يراه الدكتور منقذ على أن تناقض ما هي آخر عبارة نطق بها المسيح على الصليب عامل منها مشكلة ما هي آخر عبارة نطق بها المسيح على الصليب هل هي عبارة قد أكمل كما جاءت في إنجيل يحنى أصحح 19 وعدد 30 أم هي عبارة يا أبتا في يدك أستودع روحي كما ذكرها لينا لؤى في أصحح 23 وعشين طيب آخر ما قاله المسلوب قبل موته طبعا هو يكتب هنا المسلوب ما يدرش يكتب المسيح لأن هو فكره إنه الذي صلب شخص آخر فهو يطلع من المأزق دوا بإيه بإنه يكتب لك عبارة وهمية آخر ما قاله المسلوب قبل موته بايس أما اللحظات الأخيرة في حياة المسيح فتذكرها الأنجيل جميل وفي أصححات مطولة جميل وتختلف في وصف المسيح حين إذن حين ذاك فيصور متى ومرؤس حاله حال اليائس القانط الذي يقول إلهي إلهي لماذا تركتني ثم يسلم الروح طبعا المسيح عمره مكان في حالة من اليائس يا دكتور منقذ حتى عبارة إيلي إيلي لما شبقتني أو إله إلهي لما شبقتني لما زا تركتني ليست عبارة ينطق بها اليائس فالمسيح الذي وقف وكان صامتا أثناء محاكمته هو وحده الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا المسيح ليس في حالة يأس وأرجو منك أنك تدرس عبارة إلهي إلهي لماذا تركتني وتفهمها قبل ما تتهم المسيح باتهمات باطلة فالصليب ليس هو ضعف ولا يمكن أبدا لأي إنسان فاهم أن يقول عن المسيح المسلوب يا حرام فهو الذي ذهب إلى الصليب بنفسه وهو الوحيد الذي تنبأ عن صلبه وموته وهو الذي قال ينبغي أن ابن الإنسان يسلم وهو الذي أيضا قال أن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص كثيرين يفدي ويخلص كثيرين فأبلاش اللعب على الألفاظ الرنانة فإذ افهم قبل ما تكتب نرجع وأما لؤى فيرى أن هذه النهاية لا طليق بالمسيح فيصوره بحالة القوي الراضي بقضاء الله حيث قال يا أبتاه في يدك أستودع روحي رجعت مقتنع أنت بالكلام ده ولا هو لخبطة هنا ولخبطة هنا وخلاص طيب شوفها دكتور منقذ المسيح على صليب السبع كلمات معرفين بنسميهم الكلمات السبع العبارات السبع العبارات الأخيرة للسيد المسيح على الصليب أول عبارة قالها يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فهذه لا يقولها إنسان يائس خائف مضطرب ثانية عبارة الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس ذا بش بس هو عارف إمتى وفين لا 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 ده كمان بيحدده هو على صليب اللص التائب هيكون فين وإمتى شخص على صليب يقول لأمه يا امرأة هو ده ابنك ويقول أيضا للتلميذ الذي يحبه هو ده أمك كأنه بيوزع المسؤوليات وهو على الصليب وبيعلن اهتمامه بأمه بالجسد ويعلن أيضا اهتمامه بتلميذه ده مش حالة اليائس يا دكتور المنقذ دي حالة السيد المتحكم في مصيره وفي مصير من حوله إلهي إلهي لماذا تركتني وأترك ليك إنك تدرس العبارة دي أنا عطشان العبارة رقم خمسة العبارة رقم ستة قد أكمل قد أكمل ما الذي أكمل العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته قد أكملته حققته إيه هو اللي تحقق أنه يدعى اسمه يسوع لأنه يخل الشعب من خطيهم ده اللي تحقق أنه تمم الخلاص أنه بدمه صار هناك باب لخلاص الإنسان أجرة الخطيئة قد دفع يسوع تمنها قد أكمل مش بس أنه الخلاص قد أكمل لكن أيضا نبوات العهد القديم التي قيلت عن المسيح وعن فداءه وعن تجسده وعن حياته وعن معجزاته قد أيضا اكتملت وتحقق بعدين آخر عبارة يا أبتا في يدك أستودع روحي في إنجيل يحنى يقول قد أكمل خلينا أقرأ لحضراتكم العبارة دي يحنى تسعتاشر وفي عدد ثلاثين فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل ونكس رأسه وأسلم الروح عندما قال يسوع قد أكمل بعدما قال يسوع قد أكمل قال يسوع يا أبتاه في يدك أستودع روحي ثم نكس رأسه وأسلم الروح يعني يعني عبارة يا أبتاه في يدك أستودع روحي أتت بعد مباشرة قد أكمل لأنه حتى التركيب اللغوي هنا في يحنى تسعتاشر تلاتين يسمح بوجود فترة زمنية طب ليه 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 يحنى ركز بس على عبارة قد أكمل لأنه زي ما أنت عارف يا دكتور منقز أن كل إنجيل كتب بغرض ما لم تكن الأنجيل هدفها سرد سيرة المسيح لحظة بلحظة ويوم بيوم وسنة بسنة لكن الأنجيل هي تقدم المسيح مخلص العالم ولأن كل كاتب من الأنجيل كتب بقيادة الروح القدس بغرض ما فاختار العبارات والمعجزات والأفعال والتعاليم التي قالها يسوع وعملها في حياته لكي ما يقدم يسوع كما هو يريد أن يقدمه للمجموعة اللي كتب لها عشان كده هناك سيلكتفز هناك انتقاء أو اختيار في معجزات عملها المسيح مذكورة في إنجيل يحنى لم تذكر في الأنجيل الأخرى وفي أقوال قالها المسيح مذكورة في الأنجيل لم تذكر في الأنجيل أخرى هذا ليس معناه يا دكتور مونك استناقض لأن لكل إنجيل غرض هو أن يقدم يسوع من وجهة نظر لشعب ما ولمجموعة ما الكل صح في كل ما ذكروا صح في كل مقيلة حق كويس لكن كل واحد كتب بقيادة الروح الكدس طيب أخذ مداخلة الأخ حبيب من كندا ألو سلام دكتور أشرف سلام حبيبي أهلا بيك أنا عندي بس ثلاث أسئلة أو أربع أسئلة أول سؤال حضرتك بتتكلم على الدكتور مونكز واحترام العقل هو من إمتى الشيوخ المسلمين بيحترموا العقل المسلمين وهو هل كان القرآن احترم عقل المسلمين لما قال شبها لهم وما قالش إزاي ولا إمتى ولا فين ولا أساسا قطة الصلب ديش شكلها إيه أساسا بالمسيح الصلب في وقت يعتبر زي المسلم الحق ما هوش مثلا في مكان مستتر يعني وطبعا اختلف الفقهار كالعالم ففين احترام العقل في الموضوع صح السؤال السؤال الثاني بخصوص يهوزة ما لو افترضنا جدلا يعني ان في خلاف يعني هو في تناقض هو مش تناقض هو تناقض ظهري لكن لو افترضنا ان يفي تناقض هل هذا ينفي الصلب يعني نفر قصة يهوزة فيها تناقض هل هذا ينفي الصلب يعني شيء فرعي حدث في وقت فرعي هل ده ينفي القصة الرئيسية طبعا هو لما قال ان اقتنى لنفسه حق لدم هو بيتكلم على نتيجة الخطيئة يعني انه اقتنى الدم على نفسه مش قصة انه هو راح اشترى حق لدم يعني معروف انه مات اشترى نفسه يعمل بي ايه فطبعي مفهوم انه هو بيتكلم على ان ان هذا الرجل يعني اصلا مداما بريئا اصلا مداما بريئا تمام السؤال الثالث لو افترضنا برضو جدلا ان في تناقض في اخر جملة قالها المسيح قالينا ان نفترض هذا الافتراض بغض النظر يعني عن كل الردود المحترمة هل هذا يجعل ان المسلوب شخص تاني يعني هو مكتوب بيقول المسلوب طب ماشي طب يعني هيفرق ايه يعني المسلوب احنا تناقضنا في لو فيه تناقض في اخر كلمة قالها المسلوب هل ده يغير من المسيح يخليه واحد تاني ما هو كده كده فيه تناقض ما يهم ما تصلبش خالص ما فيش حد خالص تصلب السؤال الرابع اخر حاجة هل ذكر القرآن ان في اي حد من اللي وقفين لم يشبه لهم هديل احنا دايما مش بنبص الله يعني هو قال شبه لهم مين كل الناس طب مين في حد ما شبهش لي يعني فكرة المؤامرة الكونية اللي عملوها المسيحيين يعني ده معنى لازم يكون في ناس لم يشبه لهم وكانوا فاهمين وتعمدوا انهم يقولوا ان في واحد تصلبه قصة بقى كده وقلفوا قصة من out of nowhere هل ذكر القرآن ان في واحد لم يشبه له او في واحد ميسنج لان كان في واحد برضو ما كان المسيح الطلب ده ميسنج محدش يارف هيعود يدوروا عليه بعد كده صاحب ملوهش اهل ملوهش اهل يدوروا عليه حتى يا فكون ان القرآن يقول ان هو شبه لهم هو بيأكد ان كل الشهادات لابد ان تكون شهادات اثبات ولا يمكن ان تكون شهادات ناف صح اشكرك اخي شكرا لك شكرا لك هو طبعا يعني اول نقطة حضرتك بتاعه فعلا مهمة جدا هو من امتى القرآن بيحترم عقول الكراء امتى احترم عقول المسلمين نفسهم اللي هيؤمنوا بيه امتى قدم ليهم البرهين امتى قدم ليهم الأدلة امتى يعني لما نقرأ الكتاب المعدس الكتاب المعدس كتب في اطار تاريخي احداثه كتبت في اطار تاريخي لو خدنا لو خدنا اي قصة او اي شخص من الكتاب المعدس حتى حتى نينوة حتى يونان كان في مدينة اسمها نينوة وكانت تبعد قد كده وكان اهلها يتصفوا بهذا وانه كان فيه نبي اسمه يونان ونجد ايضا يونان مسكور فيه سفر الاخبار الايام ونجد تفاصيل تاريخية كثيرة جدا خد 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 السابي خد ابراهيم خد موسى هتجد انه الكتاب لما بيكتب الاحداث بيكتبها فيه سياقها التاريخي فيه سياقها التاريخي انما الكرآن لا يكتب في سياق تاريخي ولا يعترف بالتاريخ ولا يعترف بالتاريخ هو لقت من هنا ومن هنا وعمل تجميع ولقت الصح ولقت الغلط لقت الصح ولقت الغلط لكنه لا يتحدث فيه سياق تاريخي ولا تجد قصة متكملة في 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 سورة متكملة يعني ما تجدش مثلا حياة موسى موجودة في في قصة متكملة على بعض كم ممكن تجدامت منطورة ما بين هنا وهنا وهنا كذلك أيضا عن المسيح هنا وهنا 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 ومريم هنا وهنا وهنا لكن كان مؤدس معروف أنا بقر عن موسى عارف هقرى فين عارف ايه الأسفار اللي اللي مكتوبة عن حياة موسى هقدر اروح لسفر الخروج وقدر روح لسفر العدد وقدر روح لسفر اللويين وقدر روح لسفر التسنية أنا عارف موسى مات امتى وعارف يشوع بدأ من امتى ومات امتى وايه السفر اللي بيتكلم التاريخة أن الله كان عاملا في التاريخ وهو سيد التاريخ ومنها بالتأكيد التجسد وحياة المسيح وصلبه وموته وقيمته فالقرآن ما بيحترمش أبدا عقل الإنسان خالص فالدكتور مونك سيجيبها منين هيحترم إزاي عقول الكراء طيب خليني أنا جوابت قريدي على الجزء ده أجي إلى جزء آخر دكتور مونكز عامل لنا مشكلة كبيرة هم لس ولا لسان لس كان بيعير المسيح ولا لسين كانوا بيعيروا المسيح هنشوف ما موقف المصلوبين يرجع تاني من جارهما على الصليب بقدرش يقول المسيح على الصليب ما موقف المصلوبين هما دول برضو شبها لهم ولا لا ما ينفعش برضو دول يكونوا شبها لهم طيب تتحدث الأنجيل عن تعليق المسيح على الصليب كويس وأنه صلب بين لسين إحدهما عن يمينه والآخر عن يساره جمين ويذكر متى ومرؤس أن لسين استهزأ بالمسيح يقول متى بذلك أيضا كان لسان اللذان سلب معه يعيرانه ما أنت بيقول إنه للسين دول كانوا الاثنين بيعيروا بينما ذكر لوقة بأن إحداهما استهزأ به بينما انتهر الآخر بينما انتهر الآخر يقول لوقة وكان واحد من المزن بين المعلقين يجدف عليه قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا فأجاب الآخر وانتهره قائلا أولا أو لا تخاف الله فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون مع في الفردوس يبقى متى بيقول إنه للسين دول كانوا بيعيروا المسيح وعدين يرجع لوقة يقول لك إنه واحد كان بيعير المسيح والتاني انتهروا والمسيح قال له اليوم تكون معه في الفردوس فهناك تناقض بجد طب كم ساعة يا دكتور منكز قعدوا الاثنين التلاتة دول معلقين على الصليب هل يمكن يا دكتور منكز إنه يكونوا الاثنين بدأوا باستهزاء المسيح لكن واحد فيهم عندما سمع كلمات المسيح على الصليب غير فكره وغير قلبه وتأثر بالمسيح والنتيجة لهذا اتغيرت حياته ده ممكن ولا مش ممكن ده ممكن وده اللي بيركز عليه هنا لوقة آه الاثنين بدأوا بالاستهزاء بالمسيح الاثنين كانوا بيهزاءوا المسيح الاثنين كانوا بيترياءوا على المسيح إنه خلص آخرين ولكنه لم يستطع أن يخلص نفسه لكن عندما رأى واحد منهم يسوع المسيح وسامع الكلمات التي خرجت من فم المسيح اتغير قلبه وتوجهه ضد تجاه المسيح فبدل من أن يكون عدو المسيح يستهزئ به ابتدأ يرى أن المسيح لا يستحق أن يصلط وده اللي قالوا هنا لما نقرأ الآيات قالوا إحنا أزنبنا إحنا بناخد جزاء لكن هذا ماذا فعل عش كده يقول له فأجاب الآخر وانتعره أو لا تخاف الله أنت لا تخاف الله فقال له اسكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس القضية بسيطة دكتور مونكس القضية نفهاش أبدا تناقض القضية فيها تكامل ونحن لا نرى هناك تناقض بين متى ومرقص وبين لؤة التناقض ده حضرتك لأنك بتدور على أشة بتدور على سوري إبرة عايز تحصل عليها ومش عارف عايز أي برهان يثبت إن المسيح لم يصل أبدا فبتجيبش ماله يمين لكن لا يوجد أبدا تناقض وانت مرجعتش حتى لأي واحد من المفسرين يفسر لك الجزء ده ولا أي واحد من المسيحيين يشرح لك الجزء ده عارف ليه؟ لأنك أنت زي ما قلت أنت غرقان بتحاول أنك تتعلق بأشة لكن كل أشة بتمسك فيها دكتور مونكس بتاخدك لتحت أكتر وما فيش حد ينتش لك يا دكتور مونكس من الغرق اللي انت فيه إلا يد يسوع المسيح نفسه اللي تقدر تنتش لك من حالة العداء الشديد له أولا لأن من يفتري على الكنيسة ومن يفتري على الكتار مؤدس هو أولا يفتري على الرب وده اللي قاله الرب لبوليس لماذا تضطهدني؟ مع أن بوليس كان بيضطهد كنيسة اللي يقدر ينتش لك يا دكتور مونكس من حالة التخبط اللي انت فيها هو فقط شخص المسيح يسوع اللي هو حي ما ماتش اللي هو إلى أبد الآبدين حي هو واحده اللي يقدر ينتش فلا يوجد أبدا يا دكتور مونكس زي ما الرب عمل مع هذا اللص وانتشله عندما تاب وندم وقابل المسيح يستطيع أيضا أن يفعل مع كل واحد مننا عندما نتوب ونرجع ما فيش حاجة عند ربنا اسمها توليت لكن عند ربنا هو ذا اليوم يوم خلاص لأن كل من يطلب الرب يجده حتى ولو على الصليب نكمل مع بعض الأسابيع الماضية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر